لقيا سبعة وتسعون شخصا مصرعهم فيما أصيب أزيد من ألف وتسعين آخرين بجروح في حوالي الخمسمائة وثمانية وثلاثين حادث مرور تم تسجيلها في الفترة المبتدة ما بين الحدي والعشرين وسبع والعشرين نجويليا الجاري أي الأسبوع الماضي حسب ما أفدت به قيادة الدرك الوطني اليوم الخميس في بيان لها أوضح البيان بأن أتقل حصيلة سجلت بولاية وهران بوفاة سبع أشخاص متبوعة بولاية البويرة بست أشخاص تليها ولايات بشار ومعسكر وميلة بخمسة أشخاص